كشف روحاني قوي جدا اليوم الجمعة سنقرأ لملوك الحاسة السادسة اكيد انا بحكي عن البرج المميز برج السلطان ادعم برجك يا صديقي برجك ادعم الفيديو بالمشاركة واللايكات لانه بنزل بدون اشعار لكي يتفوق على جميع البراج الاخرين لنرى يا اصدقائي كيف الاحداث ستكون معك يوم الجمعة ستبدأ يومك مليء بالنشاط والحيوية وحابب انك تذهب الى رحلة ترفيهية مع الاصدقاء او افراد العائلة انا حاب انك تستغل هذا اليوم بالشكل صحيح وكلامك صحيح جدا يا مولود برج السلطان لانه الواحد لما يكسر الرواتين اليوم تبعه هذا الموضوع بعود له بالنفع بالطاقة الايجابية وخصوصا انك قبليت حسن بالفترات الماضية حققت بعض الانجازات التي تفتخر فيها لنرى يا اصدقائي شو مخبالكو ايضا هناك شخص يراقبك وينظر اليك نظرة الغيرة والحسد هذا الشخص غامق اللون يعني مش اسمر او اسود يعني زي جمحي اغمق شوي اذن الله تعالى استأتيك رؤيه فيه انا بتحدث الان هذا الشخص ينصب لك بعض المكائد هو الحيل وهدفه انه يوقعك بمشكلة او يزرع الفتنة بينك وبين الاشخاص الاخرين لا تتردد يا مولود برج السلطان انك تواجهه بشكل مباشر عشان يتوقفه عند حده وما يدماده اكثر من هيك لانات الله على هيك شخص سيء جدا لنرى يا اصدقائي شو مخبالكو بهذا اليوم بإذن الله تعالى بسم الله استكون من بعد الظاهرة بقمة الجمال والاناقة واطلالتك الجذابة اللي بتأسر قلوب الاشخاص اللي حولك ستنسق مع الحبيب الى لقاء وسيكون لقاء عاطفي رائع جدا وخصوصا انه في اشتياق بيناتكو سلقوا فترة ما شفتوا بعض فاس فاس نكمل يا اصدقائي الكلاب وتنبح والقافلة تسير يعني رغم الحاسدين والحاقدين انت عايش حياتك زي ما بدك وايضا تجد الامور كما تحب وتشتهي شو بده يعمل الحاسد امام الرازق بسم الله نتطمن عليك صحيا الصحة تبدو جيدة وخصوصا ان هالامور الايجابية يتمتع براحة نفسية هذا الموضوع سيجعل امورك الصحية بحالة ممتازة جدا مولود برج السرطان ولكن احذر من المأكولات اللي لها فترة وهي مكشفة كيف يعني ممكن يعني بالعشاء زاد اكل وظله للصباح لهذا الاكل ما كانوا غطى قد تتعرض الى التسمم فحاول انك تبتعد عن المأكولات البياتة او اشياء من هذا القبيل اكثر الابراج حظا لمولود برج السرطان بالفترة القادمة اللي بتوافقوا معه اول برج برج الحود تتوافق مع ولود برج الحود وتكون ثنائي رائع جدا تالي برج برج السرطان يعني برج السرطان مع برج السرطان تتوافق معه بشكل كبير جدا ايضا واخر برج معنا برج الدلو تتوافق معه بطريقة رائعة جدا وخصوصا ان مولود برج الدلو لديه فكر دائما انه يحقق اهدافه وطمحاته التي يسبوا اليها وانت بتحب دائما الانجازات استرتاح لحديثه وايضا للجلوس معه لنرى اكثر الابراج عفوا من موليد برج السرطان اكثر الموليد حظا يوم الجمعة يوم تسعة الموليده يعني يوم تسعة ويوم تلتعاش وايضا ستعاش هذول الموليد يعني بيجي لهم حظ زياد شوي عن الاشخاص الاخرين من موليد برج السرطان كل الحب والتقدير لكم يا اصدقائي بحب اعلمكم انا بعمل ثلاثين قراءة خاصة ومجانية بتم اختيارهم من التعليقات التي تحت اسفل الفيديو كل اخر شهر لما بحال في الحظ هذه المرة ما يزعل ان شاء الله في الفترات القادمة سيحالفك الحق وتكون احد الرابحين معي بهذه القراءة اما للتواصل على اختيار الواتساب بتلاقي رقم الواتساب تحت اسفل الفيديو بصندوق الوصف ومرة تنب اكتبه في التعليقات اما الاشخاص اللي بتربح معي قراءات خاصة القراءة عبارة عن الكشف كامل روحانية عاطفيا ومهنيا وتوقعات الاشهر القادمة بإذن الله تعالى اذا في موضوع معين او مشكلة معينة او متعرض للحسد او السحر او الاعمال السفلية بنتناقش فيها بشكل مباشر وبإذن الله تعالى بنلاقي لها حل دائما يا اصدقائي لكل داء في بإذن الله تعالى الدواء الشافي ان شاء الله سيكون يوم رائع جدا ينتظرك يوم الجمعة وخصوصا في المساء وايضا في الظهيرة قلوا يحبوا التقدير لكم يا اصدقائي وان شاء الله القادم سيكون افضل أفضل